وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العباد أن يخترع عبادات جديدة لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم فقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما جاء به كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العباد أن يخترع عبادات جديدة لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم فقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون بأن البدعة تنقسم إلى ما هو سيء وما هو حسن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بحكم عام فقال كل بدعة ضلالة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم غيره فإن قال قائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فنقول إن هذا الحديث إنما ورد في السنة الحسنة السنة الحسنة هي المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك من أحياها وأرشد الناس إليها وكان قدوة يقتدى به في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر